نصبح على حضراتكم الجديد ودائما الوقفة ثابتة في برنامج هذا الصباح ووقفة في بلاط صاحبة الجلالة عشان نقلب أوراقنا في كل مكان ونشوف الجديد دائما حول الأخبار حتى اللحظات الأخيرة من اليوم المنقضي أكيد طبعا كان بيشغلنا جميعا بالأمس ومتابعة على شاشات التلفزيون وفي كل مكان الأسماء الأخيرة للبرلمان وإن كانت مؤشرات تشبهة رسمية لكن هي تعتبر في الحقيقة لم تتغير في أي مجال من المجالات لأن الصورة بتكون ثابتة لأن الأصوات الانتخابية بيكون ما بينهم وبين المرشحين الآخرين لاخذوا دورة العدم أرقام كبيرة أو فجوات كبيرة في الأصوات فبالتالي بتكون هذه النتائج ربما تكون شبهة نهائية أكيد هنبتدي مع الأهرام وأعلان النتائج لأولية الانتخابات في اللجانة الفرعية محافظة جنوب سيناء تشهد إقبالا متزايدا في اليوم الثاني ونسبة التصويت فقط 25% ضفنا الكريم في هذا الفقر لأستاذ ماهر مقلب مدير تحرير الأهرام شرفنا أستاذ ماهر صباح الخير عليك صباح النور أحبنا نتدي من الأول خبر وكننا نعرفك على طول عشان نتدي من الأهرام على طول أكيد طبعا الأسماء كانت تظهر بشكل جالي طبعا والأخبار نشرة جاربت الأخبار نشرة طبعا كل الأسماء اللي موجودة في المعافظات أو أغلبهم بصورة كبيرة يعني خلاص الصورة بتاكتامل شكل البرلمان كانت تاكتامل بصورة كبيرة جدا جدا شايف المرحلة الثانية من الانتخابات كانت عاملة ازاي؟ المرحلة الثانية من الانتخابات ممكن لو قيمناها في أكتر من معيار وأكتر من مستوى المعيار الأهم بالنسبة لك كمواطن مصري هو أن الانتخابات جارت في جو من الأمن والأمان وده مهم جدا حتى في أكثر أكثر المحافظات سخونة محافظة شمال سيناء ده يعني النتيجة الأهم في العرس الانتخابي اللي شهدته مصر إن مصر في هذه الظروف الصعبة من تاريخها تجرى انتخابات برلمانية في كل المحافظات على امتداد رقعة الوطن وتنتهي بشكل يعني حضاري ديمقراطي ده مستوى أول بشكل يعني نسبة التجاوزات الأمنية أو الأحداث الأمنية المؤسفة كانت طبعا محدودة وإن كان لو كان حدث واحد بس طبعا بالنسبة لنا احنا يعني فاجعة ومأساة لكن قياسا بالمجمل كانت مؤشر مطمئن جدا ده المعيار الأول المعيار الثاني طبعا لازم نعترف أنه كان فيه تدني في نسب الحضور والتصويت والأرقام تجاوزت ما بين 20-25-30% في كل جوالات المعركة الانتخابية ده مؤشر تاني لازم نتوقف أمامه ويكون المعنيين في الدولة في السنوات المقبلة تكون فيه دراسة بشكل اجتماعي بشكل اقتصادي بشكل سياسي للوقوف على الأسباب اللي أدت إلى هذه النسب المتدنية وعدم المقارنة مع الأخ كتبها الشروع سوزمهر حوالي 16% ما أنا بقول حضرتك متدنية يعني نسبة طبعا قديرك جدا يعني لما بقول متدنية يبقى خلصت يعني 16% ماشي 10% ماشي 20% ماشي نسب متدنية وبرضو بقول طب لو دراسنا الأسباب سوزمهر بسبب النسب طبعا اللي هي الأوليلة دي انت شايفها ازاي النسب دي يعني النسبة أوليلة إيه دوافع حل مثلا بعد ما كان عندنا 60 و50 و40 و30 مرشح انحصروا في 4 أو 6 أو 8 فبالتالي العدد اللي خارج مش هو العدد المطلوب يعني أصبح أن كل واحد بيخرج الناس بتاعته فقط يعني الناس مش رايحة بوازع الانتخاب لشخص بعينه وهم كل واحد بيخرج للناس اللي عارفها فقط طبعا ده يعني اللي حضرتك ده اللي قلته جزء مهم من الأسباب اللي قدت للعزوف أو للنسب المتدنية هجاوب طبعا لحضرتك على السؤال ده بس هقول كمان المعايير التالت في الملاحظة التالتة في مسألة الانتخابات وهي أساسا أنه طبعا فيه أسماء نجحت وعندها ارتباطات كتيرة سواء في مجال الإعلام في مجال الاقتصاد في مجال السياسة نتمنى من هؤلاء اللي دخلوا البرلمان وطبعا بالإرادة الناخبين يعني أنا ما عنديش أي تحفظ ولا أي مصري ممكن يتحفظ على أي مرشح استحق صوت الناخب ووصل للبرلمان أنا تقييمي أو تقييم حضرتك وتقييم حد ما هواش زوء أهمية دلوقتي لأن أساسا إرادة الناخب هي التي وصلت بهذا المرشح إلى البرلمان أتمنى أن يكون الفترة المقبلة أن يكون فيه تركيز للعمل البرلماني أو قال يتحول المنصب البرلماني أو الحصارة البرلمانية إلى نوع من الوجاهة ونوع من السرسرة الإعلامية والتصرحات التي لا تخدم الوطن لأن مصر في المرحلة المقبلة تنتظر الكثير من هذا البرلمان هجواب على سؤال حضرتك وأقول أسباب العزوف أو تدني نسب المشاركة بالتأكيد يعني ما فيش كانت شخصيات كارزمية أو شخصيات مؤسرة جدا تقدمت للانتخابات وبالتالي كان فيه ما فيش ارتباط حقيقي بين رجل الشارع الناخب وبين المرشح فيه كانت فيه دوائر كتيرة جدا كانت الأعداد تتجاوز مثلا خمسين أو ستين مرشح وما كانش فيه وعي حقيقي لدى الناخب بحقيقة هذه الأسماء أو فيه صلة معرفة بيهم وبالتالي فيه صعوبة في عملية الاختيار وده مش على مستوى الراجل البسيط اللي هو غير متعلم لكن حتى كانت على مستوى النخب يعني كانت كل الناس حتى المثقفين أو المتعلمين ما كانش عندهم تباصيل حقيقية ده أولا يجي على غياب الدعاية الاتخابية من المرشحين النحط كانت إن فيه نوع من يعني عاز أقول إن كانت فيه رغبات كتيرة في الترشيح وناس لا يعني ما عندهاش المواصفات اللي ممكن تأهلها للترشح للبرلمان أو مقاومات القاعدة الشعبية الموجودة في الدوائر وترشحت وعملت مزحمة لأسماء كتيرة جدا الحاجة الثانية كان بيقولك إن الشباب ما عادش مكتسر كثيرا أو مهتم بمسألة الزهاب لصندوق الانتخابات لأنه مش حاس إن فيه طموح بيتحقق له من المرشحين مش موقف سياسي من الدولة حاسق زي ما بيصور البعض لكن زي ما أقول حظك ما فيهش رتباط يعني الانتخابات ممكن طب ولا برضه أستاذ مهر تحس إن أنت صوتك أصبح يعني الشيء الفارق أو الشيء المغير في الانتخابات إن فعلا ممكن تلاقي مثلا أشخاص بيعيده بأرقام كبيرة للغاية وسقته في مرحلة العادة يعني أصبحت مرحلة الفلتر زي ما بنقول عليه أو أصبحت بعد الحصار الأسماء من 60 و50 و70 واحد مترشح بالبرلمان إذا أربعة أو ستة أو تمانية فبالتالي أصبح الدراسة للسفيهات أو الدراسة للمحتوى الانتخابي الخاص بكل واحد مترشح البرلمان أصبح دقيق فبالتالي اختير أصبح منظم وبالتالي فيه أرقام كانت جايبة أرقام كبيرة سقتت في مرحلة العادة ده ظاهرة صحية جدا ده شايف مناخ صحي ده شايف أنه فعلا أصبح صوتك لو قيمة طبعا أنا أزاق بقول لحضرتك ما فيش نائب وصل للبرلمان أو مجلس النواب المقبل إلا بإرادة الناخب هذه الانتخابات المعيار الأهم بجانب الأمن هو الإشراف القضائي لأن ده ممكن نقول أن ده أنزه انتخابات جرت في تاريخ مصر بالضبط لأن أساسا كان هو الصوت يعني حتى لو تختلف أن فيه مخالفات لكن مش ممكن تختلف نزال لا 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 ده بشهادة رجل الشارع ده من قياس مهم جدا كل المنظمات اللي أشرفت أو اللي تبعت العملية الانتخابية سواء كانت منظمات خارجية أو داخلية الانتخابات اللي جرت في مصر كانت فرصة حقيقية لمن يتصدى للعمل العام في أن يصل إلى البرلمان عبر أصوات صندوق الانتخاب دي مسألة محدش يقدر يشكك فيها أبدا لكن تدني نسب المشاركة دي ظاهرة زي ما قلت لحضرتك دي محتاجة دراسات حقيقية فعلية من مراكز التخص بنعود ممكن سوزمار على المفاوضية الجديدة للانتخابات اللي احنا بنحاول ننشئها بعد المفاوضية العليا للانتخابات اللي بتحاول تنشأ وننشئها عشان تبقى فيه دراسة وتنظيم واختيار وكل شيء يتعلق بالانتخابات من خلال المفاوضية ده طبعا مهم جدا لأنها تبقى مختصة بالشأة الانتخابي وده أعتقد موجودة في كل دول العالم المتقدمة واللي أساسا عندها تجربة ديمقراطية حقيقية كمان مهم جدا بجانب اللي بتقوله حضرتك أن يبقى فيه اهتمام بالأحزاب السياسية لأن التعددية السياسية والحزبية في مصر مازالت حتى الآن في سنة أولى ما قبل السنة أولى كمان لأن أساسا الأحزاب الكبيرة ما لهاش ثقة الموجود في المعركة الانتخابية الناس برضو فيه نسبة عدم مشاركة في الحياة السياسية من المواطن العادي احنا محتاجين نشجع على مشاركة سياسية ويبقى أساسا الإطار الحزبي هو الأطار الفاعل يبقى فيه أكيد نسبة مستقلين موجودين في البرلمان أو حتى في المرشحين لكن محتاجين تبقى العملية الحزبية ما يبقاش فيه حزب مهيم مسيطر بشكل أساسي وباقي باقي الأحزاب على الهامش لا ومحتاجين تبقى فيه أحزاب بالفعل لها قاعدة شعبية وأنا لا ألوم الأحزاب على عدم موجود قاعدة شعبية لأن أساسا القاعدة الشعبية تتكون من من وعي المواطن المصري اللي هو بينضم لهذه الأحزاب الأحزاب موجودة بالفعل قائمة لها برامج سياسية اقتصادية اجتماعية محتاج المواطن يتفاعل مع هذه الأحزاب بالشكل طيب برضو أستاذ مهر هل احنا عندنا رقم طبعا رقم متضارب بالنسبة للعدد الأحزاب الرقم النهائي أو شبه النهائي انت عارف كل دي يطلع حزبي عندنا 140 حزب لحد الوقت هل كتبت شهالة وفاة لبعض الأحزاب نتيجة عدم حتى تحقيقها مقعد واحد في هذه الانتخابات فبالتالي حتى الوزن الشعب لها ملوش قيمة اسمح لي بس أسمع أجابت حضرتك بعد ما عملنا حصائية بس خاصة بهذه الانتخابات بالنتائج شبهة الرسمية والرسمية بالنسبة للمحال الأولى عندنا 13 مقعد من المؤجلين ان شاء الله يكون الابتدائهم من يوم 6 ومن يوم 5 ان شاء الله الانتخابات هيكون في مقعد في الاسكندرية ومقعد في البحيرة ومقعدين في بنسويف عندنا 28 هيعينهم السيد رئيس الجمهورية عندنا 317 مستقل 65 من المصريين الأحرار 51 من مستقبل الوطن 32 من الوافد 17 من حماة الوطن 13 من الشعب الجمهوري 12 من المؤتمر 11 من النور 6 من المحافظين 4 من المصر الديمقراطي 3 الأسلاح والتنمية 4 مصر الحديثة 5 السلام الديمقراطي 4 الحركة الوطنية 3 مصر بلدي 1 حراس الثورة 1 ديمقراطي النصري 1 الصرحة 1 التجمع 3 الحرية 1 حزب الرياضة طبعا بالأطفال 120 مقعد أو الاتلاف الخاص به حب مصر دي تلنت النتائج أو شبه النتائج للأرقام بشكل حصري هو طبعا هي برضو من أكثر الانتخابات اللي فدخلت الأحزاب فيها البرلمان يعني حتى في ظل زي ما قلت حضرتك كتبت شهادة وفاة لبعض الأحزاب أو أحزاب طبعا نحن بتكلم لأن طبعا الأحزاب اللي ظهرت يعني التفايلية دي ما ليس لها وجود في الشارع هي عبارة عن مقر صغير جدا ويوفق موجودة وعادات بسيطة جدا من المنتسبين لهذا الحزب وكانت الأحزاب في السابق كانت يعني كانت دوافع إنشاء الأحزاب كانت عشان بتاخد دعم من الدولة فكان العيلة أو مجموعة مع بعض يعني يشكلوا حزب وبياخدوا دعم من الدولة وحتى لما كانت بتحصل انتخابات رئاسية وكان يترشح من هذا الحزب مرشح لرئاسة كانت بياخد دعم كبير من الدولة فبالتالي كانت المسألة ما هيش مسألة عن ممارسة عمل سياسي بقدر البحث عن مصالح شخصية لكن فيه أحزاب بدأت تبقى موجودة على الساحة طبعا احنا بنتمنى لكل الأحزاب خاصة الأحزاب الكبيرة لزي حزب الوافد حزب التجمع المصيرين الأحرار ده موجود على الساحة الحزب يعني كل الأحزاب طبعا يعني كل الأحزاب اللي هي موجودة اللي ممكن تعمل إضافة للحياة السياسية في مصر يعني أكيد لازم نشجحها ولازم ندعمها ونقف خلفها يعني إصلاحا للعملية السياسية لأن أساسا الأحزاب مفترض أنها أساسا قاطرة للمجتمع وأساسا هي اللي تقوده للعمل السياسي من خلال ورش عمل من خلال تنظيم مؤتمرات من خلال بعث حياة اقتصادية جديدة من خلال إظهار صورة مصر الحضارية ده المطلوب لكن الأحزاب الطفيلية اللي ظهرت دي أعتقد مش هتبقى موجودة في البرلمان وملاش ندعم وملاش تأثير ومشع وأنا كمان مش عاز أخذ هذه المعرأة الانتخابات مقياس على حجم أو ثقة للأحزاب الموجودة على الساحة لأن زي مولت المعركة الانتخابية اللي ده يعني الانتخاب المجلس النواب كانت لها ظروف مختلفة جدا ونزلت شخصيات مستقلة تمت المسألة بالنظام القائمة المطلقة وانتخابات على المستوى الفرد فكانت المسألة ما هيش واضحة حتى للمواطن العادي يعني حتى بعد بدء العملية الانتخابية كانت الناس مش عارفة صوت لمين للقايمة صحيح والمنافسة بين القوانين وعش يجب أن يلاحظك لما في جولة إعادة كان لاختيارات مختلفة أو الأرقام مختلفة أو الأشكال مختلفة بدأ بس ما ننساش حتى في جولات الإعادة كانت يعني في نوع من المال السياسي ظهر بشكل ما ده بقى عنواننا اللي جاي اللي أنا عايز أرى لحضرتك عشان إيه يعني نتعمق فيه شوية هنروح للشروق الصوت مقابل طعام ومروان تلقينا 36 شكوى ومن يضبط وقاعة راشوة انتخابية يبلغ عنها وفاق الانتخابات لم تشهد أي تكاوزات وكمالتن عنوان للأسف اللي احنا لسه بنقرافه 2015 لحد دروقتي أرز وفسيخ للرشاوي الناخبين في الإعادة والصوت يرتفع ل500 جنيه في اللحظات الأخيرة والرشاوي الانتخابية تفشل في حجد الناخبين يعني الواحد عنوان صادم من نسبنا في 2015 لا هي كانت من الظواهر البرزة بجانب الظواهر اللي جابيه كتير اللي قلنا عليها وجود المال السياسي وشراء الأصوات طبعا يعني ما فيش عزر لأي مواطن أن يبقى فيه مقابل لصوته لكن أحيانا بتكون ظروف الناس القاسية جدا بيستغلها بعض المرشحين اللي هم أصحاب المال السياسي أو من يقف وراء هؤلاء المرشحين وكانت مسألة وحتى في الخبر موجود في الصفحة الأولى في الأرام أن مدير أمن القاهرة قال لك احنا أبضنا على 12 يعني 12 يقدمونا رشاوة الانتخابية للناخبين في الصفحة الأولى موجود في الأرام الخبر في العمود الموجود فبالتالي دبط 12 وزعونا رشاوة ده تصريح رسم على سان مدير أمن القاهرة حالة من بين عشرات أو مئات الحالات في حالات طبعا لم يتم القبض عليها لكن كانت ظاهرة المال السياسي وظاهرة شراء الأصوات كانت بارزة جدا في العملية الانتخابية وبرضو ده من الحاجات المحتاجين يتم التوقف أمامها حتى لا تكون في الانتخابات المقبلة في أي برلمان ولا أي مجال الانتخابية عندي السؤال ربما يكون يعني يا أستاذ مهر يعني مختلف ليه اللي هيدفع مال السياسي ده داخل يعمل قيم البرلمان يعني اللي بيدفع 500 جنيه وبعض المحافظات وبعض اللحظات الأخيرة اللي هي الحاسمة خالص وصل 700 جنيه في بعض المناطق الرقية شوية إزاي هيحصد الفلوس اللي هو دفعها دي إزاي هو داخل عشان ياخد الفلوس دي ده سؤال محتاج لإجابة يعني احنا في ظل بنتحدث عن تقليص بعض المزايا الخاصة بعض المجلس البرلمان أو عضو البرلمان تقليص بعض يعني الشق خاص بالحصان وأن كان مستبعد أصلا تماما يتم تعديل في هذه النقطة ليه تدفع المال ده كله عشان تدخل برلمان في ظل إن انت داخل تخدم أجندة ولا داخل تخدم نفسك هو اللي بيدفع أو من يقف رأى المرشح اللي بي في شراء الأصوات بالتأكيد ده عنده سراوات طائلة جدا احنا بنتكلم على أرقام بالنسبة له لا تشكل أي شيء من الأموال اللي هو معه لما هو بيبقى عضو في البرلمان المصري ده بالنسبة له نوع من الشرف الكبير جدا جدا طبعا فيه حصانة وده الحصانة مهمة جدا موجود بيبقى داخل المطبخ السياسي للدولة بشكل أو بآخر مطلع على كل التفاصيل الموجودة في البلد طبعا وده شيء مهم جدا جدا متواجد بين الحكومة بين البرلمان يعني ما هوش أصبح في دائرة صنع القرار في المجتمع المصري فبالتالي الناس بتبصيلها تقولك ليه واحد رجل أعمال أو أحد الأسرياء أو حتى السياسيين أو حتى الإعلاميين ليه عنده شغف وحرص على دخول البرلمان بهذا الشكل وليه بيبالغ جدا في مسألة شراء الأصوات طبعا أنا مش عايز أقول حتى لا نعمم أنا كل من نجح لا 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 في شخص في ظاهرة موجودة أنا مكلم عن ظاهرة وعيئة مش خارقة كمان انتخابي ده من ضمن المشكلات والمعويقات اللي شخص في الانتخابات ده موجودة فأحنا ضد الظاهرة موجودة الأمن ده القلق القبض على البعض لكن بالتأكيد ده حالة من مئات الحالات اللي كانت موجودة لكن لا يمكن أي أحد تابع الانتخابات في شكل الانتخابات في انتخاب النواب ده طبعا لكن لا حد يقدر ينكر في هذه الانتخابات إن كانت فيه شراء للأصوات وكانت ظاهرة يعني كانت بشكل فج واضحة جدا وبقاليات بدائية يعني أساسا يعني انت كنت بتاح بيجيبوا ناس داخل عربيات نقل جماعي وكانت بتبقى يعني حتى الدفع المبالغ كانت يعني بشكل علني جدا وده مسألة يعني كانت صورة مش حلوة أبدا وللأسف كانت يعني كانت المباراة بين المرشحين في الدوائر كان ده بيزايد على التاني يعني ما كانش واحد بس بيدفع كانت المسألة سباق بين عدد من المرشحين فبالتالي انت بتقول لي ليه عايز يخش البرلمان ليه أسباب كتيرة جدا بس انت بتكلم سوز مهر لو حسننا بس حزبة بسيطة جدا اللي هو عايز 20 ألف صوت مش هشتري 20 ألف صوت يعني حوالي 10 مليون 10 مليون مع رجال أعمال مع كبار ده حضرتك بتتكلم بتمثل لحضرتك 100 جنيه وبتمثل ل100 جنيه يعني هو أساسا طبعا لما يبقى مثلا هو في مثلا في صفقة أراضي بيبقى الهامش الربح بتاعه 800 أو 900 مليون جنيه من غير ما من غير ما يدفع أي حاجة ايه قيمة 10 مليون أساسا يعني يعني دي مسألة بالنسبة لهم هم حتى أكيد من داخلهم بيقولوا ايه الناس السازجة دي اللي شايفان احنا أنفقنا أنفقنا ايه يعني ده مبلغ بالنسبة لهم أكيد بقوا حتى شفت حجم الدعاية يعني انتحادك لجنة العليا للانتخابات عملت حد ثقف الدعاية ده برضو اللي جاي معنا طيب نشوف الأخبار معنا أسماء المرشحين إن شاء الله أسماء الفائزين في جولة لعادة المجلس النواب وفوز عدد طبعا من الأسماء اللي هم ذكرينها وغدا على النتائج المرحلة التانية للنواب ومروان إحادة عدد من مرشح المرحلة التانية للنيابة تجاوزهم من ثقف الانتخاب ده لحد كنا نتكلم فيه يعني أعتقد المبلغ المحتوط المتين وخمسين ألف بالنسبة للفردي وبالنسبة للقوائم كت سبع مليون بالنسبة لقائمة الخمسة واربعين واثنين ونص القائمة الخمستاشر ده طبعا لا يمثل شيء من اللي صوره فيها هو برضو مفروض اللجنة العليا للانتخابات ما ترفع الثقف الانتخاب بشكل اللي يبقى حقيقي موجود وخصوصا في أسباب الترشيح أو شروط الترشيح أن يبقى عنده حساب في البنك لحدد أوجه الإنفاق والتبرعات وما شابه لكن حضرتك أنت لو يعني يعني أي مرشح في المنطقة القريبة حتى من ماس بيرو أو من المبلة التلفزيون وشفنا حجم الدعاية اللي موجودة في الشوارع حجم مهول جدا جدا لكن حتى حتى الدعاية اللي موجودة في الشوارع أنا مش ضدها لسبب بس أنا أسألك برضو أستاذ مهول هل الدعاية أثرت في من زي ترجل صندوق للانتخابات إحنا شايفين مثلا دائرة زي رائعة مصر الجديدة أو مدينة ناصر طبعا حجم دعاية يفوق يعني خيال البشر بالنسبة لبعض الأشخاص ورغم زي لكم أن يخوش لأن كانت منافسة كبيرة وشارسة وكانت المعركة في مصر الجديدة تحديدا كانت فيه أسماء كان عندها رغبة حقيقية في الوصول إلى البرلمان وسخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية وعلاقاتها من أجل هذا الهدف وطبعا دائما في المعارك الشارسة والصعبة بيصل النفسه أطول والقدرته أكتر على التحمل والإنفاقه أعلى وبالتالي وبعدين مفترض دائرة زي مصر الجديدة مفروض يبقى يعني المعيار الاختيار فيها معيار مختلف لأن دائرة مفترض يقتنها يعني نسبة عالية جدا من المثقفين أو الحق المتعلبين أو الشرائح الأكثر لكن هي للأسف مصر الجديدة برضو زيها زي كل الدوائر مرتبطة بمناطق عشوائية كتير جدا يعني فالمناطق العشوائية دي بيبقى ضغطة جدا لأن دي الكتل التصوطية اللي بيمكن التأثير عليها في عملية شراء الأصوات طيب شايفة يتعامل إزاي بقى في حالة المرشحين للنيابة في حالة تجاوزهم من السقف الانتخاب يعني لو واحد نجح وحصل خلاص على الحصان هتأمل له إيه والله ده طبعا القضاء هو اللي هيفصل في المسألة دي لكن ماعتقدش أن فيه عقوبة يعني رادعة بالشكل اللي تمنعه من الوصول للبرلمان هو أساسا أنا ما بفترض أن المخالفة دي كانت سبب أنه وصلت للبرلمان وتأكد أن أنا ارتكبت مخالفة وكانت سبب وبعدين لا نصادر على قرار النيابة لكن في النهاية ماعتقدش أن العقوبة يعني هتكون يعني منعه من الوصول للبرلمان أنه خلاص أصبحت أوضاع مستقرة وبالمناسبة النائب مجرد ما بتعلن النتيجة يعني أول حاجة بيعملها بيجري على مجلس النواب بيبقى خلاص خذ الكرنيه خلاص حط الكرنيه يعني أعتقد أن علاقته تبقى 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 موضوع الكرنيه أعتقد بعد حصوله على الكرني لكن للأمانة في نواب يعني في نواب حتى قبل مصول للبرلمان عشان يعني طبعا إحنا بتكلم بيقدموا خدمات حقيقية ومشتبطين بالشارع وفي نمازج كتيرة جدا جدا هي حتى لا ما بتحبش تعلم عن نفسها لأن أساسا العمل الاجتماعي أو خدمة المجتمع دي طبيعة في البشر وطبيعة في الإنسان والإنسان اللي بحب الخير مش فارق معها هو في البرلمان لكن في نمازج موجودة ومن بين النجح بنوجههم لهم كل التحية وأكيد علاقتهم مع ربنا علاقة قوية جدا وليهم خدمات في المجتمع وبنشجحهم على ده وبنطالب بالمزيد لأن حتى عشان الصور ما تبقاش بيانا أن احنا بنقول أن لا بالعكس في خير في البلد في ناس مرتبطة بالشارع بشكل كبير جدا جدا بتقدم خدمات للمحتاجين حتى من غير ما تعلن عنها عشان كده في توازن في المجتمع بشيف برضو يا سيد مهر نسبة السيدات اللي نكحين على المقاعد الفردية نسبة مشغولة خالص إذن في تحول نظرة المجتمع بالنسبة للسيدة ده موضوع لافت للنظر بشكل كبير جدا ما عندنا نموزة جنبابة يعني طبعا السيدات لا هذا نموزة كدير أنا أقول حضرتك ما شاء الله كما حتى تبص في الأسماء اللي هي معلنة بشكل طبعا في انتظار الكلام النهائي من لجنة العالية لكن أسماء كتير جدا يمثل لا تكاد يكون فيه كل ثلاث دواير فيه واحدة سيدة نكحة في الفرد في الأسماء اللي قدامي ده يعني مؤشر إيجابي مهم جدا جدا وده للأمانة تم من غير حملات توعية بالشكل المطلوب من غير دعاية مباشرة ده وعي حقيقي لدى الناخب فيه تحول في الانتخابات دي ولازم نوقف قدامها إن أساسا ما حدش فيه أزوف عن دعم المرشح القبطي وده يعني في الانتخابات دي أصبح يعني بالعكس ما فيش أي تفرقة خالص يعني أسمحت معيار الكفاءة ومسألة ارتباطه ده ده كنا فعلا نطمح للموضوع ده وإحنا وصلنا للنقطة دي ونتمنى يبقى أقل مزيد فيها في نفس الوقت برضو مسألة دعم المرأة في الانتخابات يعني طبعا المجلس القوم ورأة اشتغل وعمل لكن في النهاية مش هو المؤسر المؤسر هي روادة الناخب وتغيير العقلية المصرية في الموضوع ده طيب خلينا نروح لأخبار الرياضة كمان نتابع أخبار الساحات الكرة والملاعب وأخبار الرياضة مع نزميننا محمد عطف صاحب الخير محمد تفضل هذه الوقفة الرياضية أهلا بكم جديد مشان كرام وجدد رحيب مرة أخرى ضغطنا الكريم أستاذ ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام شرفنا أستاذ ماهر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا خلينا يعني طبعا هي الانتخاباتها الموضوع المسيطر علينا مش نقدر يعني نقدر نستبعد منه أو نخرج منه بالشكل طبعا السريع وكاننا وقفنا عند نقطة المرأة في البرلمان هو المرأة زي ما قلت حضرتك دي يعني من الظهر الإيجابية اللي في مجلس النياب المقبل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نسبة مشرفة جدا كانت قبل كده يقولك محتاجين دعم للمرأة في البرلمان خلاص أصبح نسبة تمثيل المرأة نسبة مطمئنة جدا نسبة كبيرة جدا هنا الدور على المرأة بقى ماذا تقدم المرأة في البرلمان المقبل هل هتكون الأضايا بتاعتها أضايا فقوية وحق المرأة والعلاقة بين المرأة والرجل أو هتكون معبرة بشكل حقيقي عن المجتمع المصري وعن رسالة النائب في البرلمان المصري وده بيأخذنا حضرتك لسؤال جوهاري ناس كتير بتسألوك طب هل المحترام الكبير وتقديري لكل النواب اللي نجحوا بشرف المجلس النيابي وعضوية البرلمان المقبل لديهم الموصفات الحقيقية للنائب البرلماني احنا في الأول اتفاقنا ان إرادة الناخب دي إرادة فوق كل اعتبار وكل نائب نجح في الانتخابات دي نجح بإرادة الناخب بصرف النظر عن التجاوزات اللي تكلمنا عنها المال السياسي أو ما غيره لكن هي انتخابات نازيهة تحت إشراف قضائي والقضاء طبعا غير مسؤول عن ما يحدث خارج اللجنة القضاء مسؤول عن داخل اللجان وداخل اللجان مفيش عملية تزوير واحدة حد تتكلم عنها حتى أي مرشح خسر الانتخابات لم يتحدث عن عملية تزوير واحدة لكن المواصفات النائب نائب البرلمان سوزمير عفوا للمقاطعة يعني أنا بسيط طبعا في الأرقام المعلنة اللي هي شايفة النهاية من جريدة الأخبار انتعرف بس حدك الشرقية أربع مقاعد ومقاعد إيه بقى مثلا في فقوس سيدة في مركز الزازية والقنيات سيدة في بشتول الشسوق مقاعد واحد خديثه سيدة مقاعد واحد خديثه سيدة وفي بيلبيس مقاعد خديثه سيدة يعني تحولنا نظريت يعني حتى أحداك الأرياف أو الناس اللي هم اللي بنسميهم الأرياف بينتقوا بالسيدة ده تحول فكري رهيب ده تحول وتحول طبيعي وحصل من غير مزايدة ومن غير شعرات ومن غير أصوات عالية جدا إحنا الشعب المصري دايما ليه مفاجآت ودايما بيعبر بشكل أو بآخر في اللحظات الفارقة عن معدنه الحقيقي معنى زي ما بدول حضرتك أن في الشرقية بفي أربع سيدات لا ومقاعد واحد في دايرة واحدة يبقى من نصيب سيدة من نصيب سيدة وده مسؤولية كبيرة يعني أساسا ما يش أصبح الانتخاب دلوقت أو عضو البرلمان ما هوش شرف أو تشريف أو وجهة اجتماعية تكليف تكليف محاسبة دقيقة اللي هيحصل والمجلس النيابي كمان عليه دور مهم جدا محتاجين بالفعل تبقى فيه ورش عمل حقيقية لإعداد النواب وإطلحهم على كل ما هو جديد في العالم وأساسا يبقى هناك فيه مستشارين متطوعين من الشباب على مستوى الجمهورية حيث يقفوا خلف النواب في البرلمان بيقدموا لهم أفكار حقيقية يساعدوهم في دراسة المشروعات الحقيقية يحطونهم رشدة لمشاكل مصر الحقيقية لأنه مهما كانت إمكانيات النائب أي نائب في العالم هو بشر محتاج فريق عمل ليشتغل معه في ناس عندها امتنات مالية وظروفة ممكن يتشكل الفريق ده وأنا بطالب كل نائب قادر إنه أساسا يبقى عنده فريق استشارة حقيقي يتبنى كل مشروعات مصر ما يبقاش النائب مختص بالدائرة بتاعته بس الفروض يبقى نائب عن الشعب نائب عن الشعب تبقى كل قضايا الشعب حقيقي بتكلم فيه ده شغل المحليات بدافع إيه عليش ناسبني إيه للمحليات لما يتكلم عن الحاجات اللي هي الخاصة بالمدينة والقرية وحتى طبعا شغل محليات ومعنية والنائب معنى بها بالأساس لأن أساس ما ينفعش يبقى النائب موجود عن دائرة معينة وعندها مشاكل مش عارف يحلها لكن تبقى دي ضمن مهام عمله ما تبقاش هي الشغل الأساسي وعازين نتخلص من مسألة إنها بتبقى علاقته باسم الشرطة علاقته مش عارف بالوسط ما هو من تعرف للأسف حديث بيختزل في الحاجات اللي هي بينها مهامه بينسى مهامه الرئيسية تشريع وقوانين وغيرها من الحاجات دي والأسف بينسى وبيندمك في الحاجات وكمان بنعول كتير أوى على الأسماء اللي أختارها سيد رئيس الجمهورية للبرلمان لأن أساسا محتاجين بالفعل تأكيد هتبقى إضافة للأسماء لنجحك ومحتاجين نبقى أسماء فيها دور حقيقي للشباب الطامح للخبرات الحقيقية في المجتمع في نظرة للأماكن البعيدة اللي محدش يعني محدش بيشوفها احنا الصعيد على سبيل المثال محتاج تبقى النظر ليه أشمل وعام من الدولة المصرية ويبقى ممثل بشكل لأن أساسا محتاجين كل الأفكار اللي ممكن تفيد مصر سواء كانت أبناء الصعيد أو أبناء الدلتا أو حتى سيناء أو مرسل مطروح تبقى موجودة في البرلمان أكيد طبعا كل العناصر إن شاء الله يعني تلتحق بالبرلمان ويكون لها دور نتوقع منها دور وطني دور تشريعي دور رقابي دور قوي النائب ونبحي فعلا المجلس الجديد أنه هو بتده يدي دورات وفرق خاصة بدور النائب في البرلمان هم مشتغلين دورات المرحلة الأولى بيشتغلوا فرش عامل عشان يعرف النائب ما له وما له وده حاجة محترمة جدا وكانت محل تقدير جدا جدا من النواب الناجحين هم نفسهم مبسطين جدا وقال لك وعزين تكرارها لأن حتى على مستوى التقنيات لما كل نائب انت عارف لما بروح يعني يستخرج كرنية العضوية المجلس بيدي له حقيبة صغيرة فيها لاحة داخلية فيها أكيد الدستور وبيدي له آيباد تبحسي بمسألة التصويت الإلكتروني يعني ده أفكار يعني أفكار مهمة ده طبعا ان شاء الله احنا كمان هنتابع كل مجردات الأحداث في المجلس الجديد شرفتنا بالحضور وده كان تحليل طبعا للانتخابات ككل بشكرك أستاذ ماهر مقلد مدير التحليل الأهرم شرفتنا أستاذ ماهر أنا بشكرك شكرا إذن مشارك كرام ده كان تحليل لأبرز الأخبار وهي طبعا كانت نتاجر خاصة بالانتخابات معزميلتي مكدا القاضي صعب الخير مكدا تفضلي